أنا من وجهة نظري اللي أنا مؤمن بها وأتمنى حد يسمعني فيها خصوصاً بمناسبة أن الرئيس السيسي أو الرئيس يجيب سيرة الثقافة الجمهرية ويطالب أنها تعمل الثقافة الجمهرية ده إحساس بأهميتها يعني ده عارف أن الثقافة الجمهرية اللي لو اشتغلت تقاوم فعلاً الإرهاب في منابعه المفروض الرئيس الجمهورية يتكلم عن الثقافة الجمهرية الثقافة الجمهرية تبدأ الصبح طبعاً انتفاضة صور حقيقي لا ما حصلش حاجة ليه ما حصلش لأنه هو الحقيقة القانون إنشاء الثقافة الجمهرية معطلها يعني هو مخليها جهة لا تعمل للربح هي تنتج ببلاش الانتاج ده عملها عازل بينه وبين الجمهير يعني الانتاج ده يعني بمنتجيه حاجز بين الثقافة الجمهرية والجمهير يعني لو تعمل مصرحية محدش يشوفها والمصرحيات الناس بتشوفها تعمل كتاب محدش يشوفه وهم يهتموا بقى لما مش يهتموا ما فيش السؤال ده إن احنا نصل لجمهير إزاي يعني المفروض الثقافة الجمهيرية بتعمل ست مؤتمرات كل سنة ومؤتمر للمحافظة وده معناها آلاف الجنيهات يعني المؤتمرات الستة الأساسية دي بالميت ما يقلش عن مئة ألف المؤتمر يسألوا أنا عايز يعملوا المؤتمرات دي يسألوا ليه إحنا بعيد عن الجمهير ليه المواطن ليه المواطن ما يعرفش إقليم القاهرة الكبرى مبنى نفسه يعرف محل الكشري لجنبه ليه المفروض الثقافة الجمهيرية تعمل كده تعمل مؤتمراتها تخصصها لإنها تصل للجمهير أنا اقتراحي لإنها تصل للجمهير إنها تتوقف عن الإنتاج وتبقى أعداد عرض وتوزع يعني يعني مصرحية حضرتك تيجي تعرضها في الثقافة الجمهيرية في أصل الثقافة طنطة الشهردة الثقافة المنصورة الشهري الجاي أيوة مقابل أجر رمزي مقابل تذكرة رمزية أنا اللي أفهمه أكتر الكتب إنتاج الكتاب إنت عندك 400 مكتبة يعني إنت ممكن إحنا ما عندناش موزع للكتب ما عندناش شركة توزيع للكتب إنت الهيئة الوحيدة اللي ممكن تعمل الضور ده وإحنا كموظف الثقافة الجمهيرية مرتبتنا تعيسة وما بناخدش حاجة بالطريقة دي بالطريقة دي تعيسة إزاي مرتبت؟ مرتبت هي أقل مرتبات في فزارة الثقافة طبعا 30 سنة خدمة في الثقافة الجمهيرية تقدر تقول لنا مرتبك ولا؟ آآ آآ أقدر أقول لك مرتب أنا مرتب تلات تلاف وربعمائة جنيه مرتب الروائي الكبير حمزة أبو جليل تلات تلاف وربعمائة جنيه أمه أنا مش رواقي هناك أنا موظف أنا موظف تلات تلاف وربعمائة جنيه الطريقة دي الفكرة اللي أنا عايز أقولها دي ممكن تخلينا أغنى للموظفين وتخلينا يعني إيه نقدر نقاوم الإرهاب بالفنون لما تيجي للكتاب الكتاب انت بدل ما تعمل كتب لا يرى أحد وتصرف عليها ملايين استغل كوادرك والميزانية اللي عندك فيه ترويج الكتاب الكتاب اللي بيقراه المصريين وطبعا عندك ضوائق عندك قواعدك وعندك رقابتك أنا مش ضدها أنك انت تاخد الكتاب اللي نسبك من المكتبات المصرية يبقى كتاب المصري كله تحتيدك المكتبة بتاخد بتوصل 45% من سعر الغلاف بتاع الكتاب صحيح انت خلي دعمك اللي هو اللي بيبيع في المكتبة ده منفذ بيع المكتبة فبتاخد 40% من سعر الغلاف من سعر الغلاف انت خلي عايز تدعم الكتاب وتدعم الكتاب وتدعم النشر نفسه خليها 20% وعمل طبعا ده بعطل ان انت ما عندكش لازم لازم تشريع من مجلس الشعب ان الثقافة الجماهرية تقدر تبيع منتجها او تقدر تتوازنها طبعا كتب تبيعه والثقافة الجماهرية لا انا مش اقصد منتجها منتجها ثبتة ان المشكلة مش في قيمته مرات تنتج مصرحات عظيمة وكتب عظيمة لكن هو مكتوب عليه لأسباب كثيرة ان هو لا يتجاوز توزيعه المتين نسخة من الكتاب صحيح وهو ما يقدرش يعني انت ما يقدرش هو قصد دائم للكتاب يعني هو بيطبع خمسمية نسخة من الكتاب لو نفدوا ما يقدرش يطبع تاني ليه